موسيقى التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول تيري بوركارد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام تناول اللقاء علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات كذلك تدعيات الاوضاع الرهنة وانعكاسها على الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط وكان الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة قد استقبل رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين واكد رئيس اركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم افاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل الجانبين من جانبه اعرب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين وتوافق الرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا والموضوعات بكافة المجالات العسكرية خضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير الفرنسي والملحق العسكري الفرنسي بالقاهرة